هذا وكان مرشح مملكة البحرين المقدم الركن عبد الحكيم الشنو قد فاز بمنصب رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية سيزم وذلك خلال الانتخابات التي أقيمت بالعاصمة الأوكودورية كويتو وقد فاز بـ 44 صوتا مقابل 26 صوتا للمرشح الأوروبي التركي العقيد الركن ميسود سيريت إنجاز تاريخي جديد يحسب للبحرين والعرب في شرف رئاسة هذه المنظمة العالمية التي تعنى بالرياضة العسكرية حيث يعد الفوز بهذا المنصب الأول عربيا منذ تأسيس هذا المجلس عام 1948 وعقب فوزه بالمنصب الدولي أكد المقدم الشنو أن هذا الانجاز ثمرة من ثمرات دعم القيادة الرشيدة وتطلعاتها الحكيمة بالتواجد في أكبر المنظمات الدولية والعالمية كما ثمن الشنو الوقفة المشرفة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والدول العربية الشقيقة ودول آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين والذين ساندوه منذ فترة طويلة ويجسد المجلس الدولي للرياضة العسكرية تطلعات الشعوب في بسط السلم والأمن العالمي من خلال الصداقة عبر الرياضة